موسيقى 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 العاشر اللي هو بيقول ايه خاص بتكوين الشركة سالفة اللي عنها تنفذهم لهذا البند هو هو اللي بيقول هو كانت نتجة عنها تأسيس لشركة ايريز برو داكشن المذكورة وعنها منذ هذا التاريخ التأسيس فان العقد المؤرخ خلص كان مرحلة مؤقتة العقد الشخصي وتنطاقل كافة الحقوق والالتزامات اللي موجودة في العقد الى شركة ايريز برو داكشن يبا هنا 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 ايه الشركة هي المسؤولة مش صاره مع منذ هذا التاريخ فان العقد المؤرخ انتهى خلاص اللي هو العقد الشخصي ويكون كان تم انهاءه ضمن من تاريخ من تاريخ تكوين الشركة ايه ربا اللي جاي بيقول ايه مع بقاء السائر الحقوق والالتزامات عنه فيما قبل انهاءه قائمة وصحيحة ولكل طرف حقه المطالبة بيها وانه تاريخ الوكالة او شروم كعمل وكالتين وكالة خاصة للسارة وكالة الشركة وكالة خاصة مع العقد ولكن الوكالة الخاصة بالشركة اللغاءها كان يرغاء قانون واذا كان طلب المستعرف انك ده العقد اللي هو الخاص فيما تضمنه من كامل المستعرف ضدها بدارة اعمال المستعرف المبانة بهذا العقد وكانت عاد عمال الادارة كان وردت بالباند السالس ولانها كانت ترتبط ارتباطا وثيقة فان المحكمة لم تحكم بما لا يطلبه الخصوم المعروض عليها وانما قضت بانتهاء عقد الادارة فقط لا اسر له وانما بانتهاء العقد جميعا لانهم ارتبط ببعضه بارتبط ببعضه ارتباطا وثيقا يعني العقد بتاع سارة والشرنوب الشخصي اتلغى لانهم كتبين فيه باندي فيه مجرد ما بكون الشركة بينتقل العقد ده للشركة وده اللي قاله الحكم يبقى فين هو كسب عمال في محضر في اسمه اكتوبر يوم قال الكلام ده وقال طالع انا حر وبفكرني بفيلم شهير واحد داخل يوم السجن تاني يوم طالع عليك انا حر ازاي ما علينا يعني انا عايز اقوله هو يسأل مهامي امين يشرح له الوضع يسأل مهامي هو هيعرف ويتأكد ام تعارف لما تروح له مطالبة المحكمة على بيته المحكمة كل درجة من درجات التقادي فى سبعمية وشوية أقل يعني فوق مليون وربعمية وخمسين ألف جنيه وده مش كلامي ده الحكم يا فندي وده الحكم فانا انا كلامي واضح وبقول تاني ما ينفعش تقول تاخد الجملة وتكتزئها من مضمونة يتكمل الجملة كلها او تكمل المنطوق كله يا ما تقولش لكن اطلع انا حر انا حر بعمارة ايه الحكم ده ساري على كل تعقدات الشرنوب بأنواحها افلام وسلسلات اغاني وعلى فكرة كل اجراء عملوا احنا كنا بنعمل محضر اثبات حالة كل حفلة عملها كنت بعمل محضر اثبات حالة عشان اثبت حالة الحاجات دي كلها بتتجمع ومجالها محكمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة